اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دور التعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي ان شاء الله في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية عمل التنبيه الآلي للدفعات في القروض طبعا ادنا هذا الجدول يحتوي على تسلسل واسم الزبون وامحن المقدمة وتاريخ التسليم طبعا نريد احنا انه بعد كل شهر من تاريخ التسليم يضطينا تاريخ بشكل آلي وبنفس الوقت ينبهنا انه هذا الشخص استحق الدفعات ولابد انه يدفع يعني ادنا مثلا الشخص استلم في 15 أربعة المفروض هنا في 15 خمسة يستحق و 15 ستة 15 سبعة وهكذا ولمن يوصل التاريخ بنفس التاريخ اللي استحق بي راح ينبهنا البرنامج بانه هذا الشخص يستحق من خلال انه تغيير لون الخلية بلون معين العملية سهلة وبسيطة جدا كل ما علينا هو انه نستخدم الدالة ايدي تم شرح هذه الدالة في المستوى المتقدم الدالة بسيطة جدا وسهلة نحدد هذا الخلية الاولى ونروح على صياغ ونجعل التاريخ الوقت ونختار الدالة ايديت الدالة ايديت تطلب من عندنا تاريخ البداية اللي هو تاريخ التسليم والمدة المدة راح نكتب شهر واحد شهر حتى يطين البرنامج التاريخ بعد شهر معين من تاريخ التسليم نضغط على موافق راح يطينا التاريخ بشكل مباشر في حال انه لو كان التاريخ بشكل على شكل رقم ممكن انه نحوله الى تاريخ مختصر من خلال انه نروح على عام ونوع الخلية نختار تاريخ مختصر وراح يطينا هنا التنبيهات انه هذا الشخص بعد شهر راح يستحق اللي هو 15 خمسة طبعا ممكن نجري بعض التعديلات على البرنامج حتى يكون بشكل اوضح هنانا التاريخ يصير تاريخ القسط الاول وطبعا دبل اكليك على الخط اليساري وهنانا يصير تاريخ القسط الثاني طيب نجي تاريخ القسط الثاني شو كنت راح يصير نحدد هذا الخلية نروح على صيغ ونجي على التاريخ الوقت ونختار طبعا ادنا هنا خيارين ياما الستار الديت اللي هو هذا التاريخ اللي هو بعد شهر من التسليم ونكتب هنا المدة واحد ياما التاريخ يكون اللي هو نفسه تاريخ التسليم وبما انه القسط الثاني اي بعد شهرين نكتب هنا شهرين الخيار انه بالحالتين راح تطلع النتيجة متشابهة انا افضل انه نختار التاريخ الاحدث اللي هو هذا تاريخ القسط الاول وهنانا راح يكون المدة شهر ومن ثم موافق اذا طلعنا التاريخ بهذه الطريقة ممكن نحدد الخلايا ونروها على الصفحة الرئيسية ونختار تاريخ مختصر بنفس الطريقة نعمل التاريخ اللي هو القسط الثالث بنفس الطريقة نروح على صيغ تاريخ الوقت ونختار اي ديت نحدد تاريخ القسط الثاني والمدة راح تكون شهر نسوي هاندل ونغير الصيغة الى تاريخ مختصر راح يطلع عندنا هنا خمسة عشر سبعة خمسة عشر ستة وهكذا طيب بنفس الطريقة نعمل بقية الاقصاط لبقية الشهور طبعا هنا لو كان التاريخ متغير يعني لو كان خمسة عشر لو كان هنا التاريخ سبعة عشر أربعة واحد سبعة أربعة الفين وتسعة عشر راح يتم التغيير في جميع التواريخ اي ان هذه المعادلة هي دايناميكية ومتغيرة تبقى عندنا طريقة التنبيهات يعني كيف انه هنا عندنا هذا الشخص اللي هو أربعة خمسة مستحق يدفع كيف يطينا تنبيه بلون احمر على هذه الخلية انه استحق الدفع الخطوة بسيطة جدا نجي هنانا على اليمين مثلا هنانا واحد نكتب يساوي واذا كان القصط الأول أصغر اذا كان القصط الأول أصغر من تدي تي او دي اي واي طبعا لا ننسى الأقواس نفتح قوس ونسد القوس وانتر رح يطينا فولس ليش لان هذا التاريخ هو مو أصغر من تدي شون يعني هذا التاريخ مو أصغر من تدي هذا التاريخ اللي هو 17.5 أقل من تديقي لي هو 15.5 لو أكبر من 15.5 حتما أكبر من 15.5 ليش لان هذا 17.5 فاطتانا فولس أي انه ما مستحق الدفع هذا التاريخ أيضا فولس لان 1.6 أكبر من 15.5 وهكذا راح يضطينا الاستحقاقات اللي مستحق راح يضطينا true لما مستحق راح يضطينا false الأخير هنا ننطعنا true لأنه أقل من 15.5 اللي هو 4.5 نجي أي وحدة من هذني مثلاً هذه الخلية أول وحدة نحددها كلها نضغط عليها click amen وناخذ قص بعدين نحدد القصة الأول ونروح على الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قاعدة جديدة واستخدام صيغة لتحديد الخلايا نضغط هنا click amen لصق ومن التنسيق نختار من التعبئة لون أحمر مثلاً موافق شوف هنا راح يضطينا أنه هذا الشخص مستحق ليش لأن التاريخ انتهى لهو 4.5 بنفس الطريقة نعمل التنبيه للقصة الثاني يساوي هذا الخلية أصغر من تو طبعاً نضغط tab حتى يتم الاختيار بشكل آلي نسد القوس ومن ثم enter طبعاً نفس هذا الخلية نحددها بالأعلى ونضغط عليها click amen قص ونجد نحدد هذه التواريخ ونروح على تنسيق شرطي ونختار قاعدة جديدة ومن ثم نحدد فيها المكان ونختار لصق وطبعاً نختار لون أحمر ومن ثم موافق نطال هنا هذا الشخص مستحق لو كان هنا أربعة أربعة اللي هو استلم يوم أربعة أربعة لاحظ أنه يوم أربعة خمسة مستحق هنا ما مستحق بنفس الطريقة نحدد هذه الخلايا ونروح على تنسيق شرطي قاعدة جديدة ونجعل استخدام صيغة نضغط هنا على control V فقط نغير العمود H إلى العمود J ومن ثم نختار تنسيق لون أحمر موافق ومن ثم موافق نلاحظ أنه لا يوجد شخص مستحق لأن أقل تاريخ عندنا 23 خمسة ممكن هنا نسويها 3-2 نلاحظ أنه هنا يكون مستحق بنفس الطريقة نعمل هنا تاريخ القصط الرابع من خلال نحدد هذه الخلية ونروح على صيغ التاريخ والوقت ونختار E-Date ومن ثم نحدد هذا التاريخ اللي هو أقرب تاريخ ومن ثم نكتب واحد ومن ثم Enter نسوي handle للخلايا نحدد الخلايا ونروح على الصفحة الرئيسية ونغيرها إلى تاريخ مختصر طبعا حتى نضيف التنبيه نحدد الخلايا ونروح على تنسيق شرطي قاعدة جديدة ومن ثم استخدام صيغة نضغط هنا نكليك Amen ولسق نغير ال H إلى L اللي هو اسم العمود ونختار تنسيق اللي هو أحمر مثلا ومن ثم موافق ومن ثم موافق اللي أعظم أنه هنا أنا مستحق فأي شخص راح يستحق الدفعات راح ينبهن البرنامج بشكل automatic طبعا بنفس الطريقة نعمل بقية الدفعات التطبيق سهل ولكن يحتاج بعض التركيز والممارسة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى